خلينا بقى نروح لأخبارنا أخبار البيت الكبير النادي الأهلي نهاردة بيتسو موسيماني كان بيعقد محاضرة للعابين استعدادا طبعا لمواجهة سانداونز زي ما حضراتكم عارفين بيتسو موسيماني بيعتمد على المحاضرة النظرية بشكل كبير جدا فيه انه هو دايما يقول اللاعبين من خلال ايه اللي حصل المطش اللي فات نقاط القوة والضعف اللي موجودة في الفريق اللي هنلعبه اليوم السبت بقى غالبا هنتكلم عن فريق سانداونز وبالتالي مباراة مهمة مباراة صعبة عقد قبلها بيتسو موسيماني كان عادة محاضرة نظرية قبل بداية الميران والحقيقة الكل كان سعيد بالشكل والأداء اللي حصل فيه مباراة امبارح ولكن خلاص صفحة اتقفلت ده دايما اللي بنقوله ورجل اللي امام حضراتكم ده كابتنسان عبد الحفيز له دور كبير في هذا الامر دايما بيقفل الصفحة وبيفتح الصفحة التانية مع كل اللاعبين الصفحة التانية يوم السبت تبدأ مباراة او الصفحة التانية امام فريق سانداونز إن شاء الله يوم السبت القادم بالنسبة لعلي معلول ومحمد محمود او محمد عبد المنعم انتظم علي معلول ومحمد عبد المنعم لاعبة الفريق الاول بالنادي الاهلي في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة سانداونز إن شاء الله في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا نهاردة المران شهد انضمام علي معلول وعبد المنعم بعدما غاب عن المشاركة في مباراة مصر المقصة التي أقيمت مساء أمس وفاز بها النادي الأهلي بربعية نظيفة أما أيمن أشرف بيخضع لجلسة لعلاج الطبيعي أيمن أشرف بيكمل علاجه من خلال تواجده الحقيقة في العمل جلسة للعلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له للتعافي من الإصابة أيضا الجهاز الفني للفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الثنائي أليو ديانج وحمدي فتحي راحة من المشاركة في التدريبات الجامعة أوعى بس حد يجي يقول لي إيه الحق؟ المسلمان يمدي الحمد يفتحي وقاليه ديانج أجازة خلي بالكم خلي بالكم والنبي عشان إيه؟ سيبوا الرجل يشتغل وسيبوا الرجل لكل واحد حقه أنه هو أنتقده يقول له هو عايزه طبعاً ولكن سيب الرجل يشتغل وبعدين خلينا نحزبه دائماً بالأرقام خلينا نحزبه دائماً بالمنطق أدي محمد عبد المنعم وعودته للمران مرة أخرى وعلي معلول أمام حضراتكم أهو في التمرينة أو في التدريبات الجامعية النهاردة وبالتالي خلاص هو إد الحمد فتحي وقاليه ديانج النهاردة قال لهم رياحه النهاردة ويجو بكرة إن شاء الله على التمرين القادم أيضاً محمود متولي مدافع النادي الأهلي بينتظم في التدريبات الجامعية للنادي الأهلي خلال هذه الفترة طيب بما إننا بنتكلم عن مباراة سانداونز وصعوبة مباراة سانداونز هي مباراة مهمة ومباراة صعبة معسكر مغلق إن شاء الله بطداء من يوم الخميس القاد كلام الكابتل سان عبد الحفيز بكرة إن شاء الله أنا بخلص ماتش مبارح النهاردة اتمرنت زي ما حضراتكم شايفين بكرة أنا داخل معسكر عشان عندي مباراة يوم السبت كل ده ليه؟ كل ده ليه إن أنا عايز أوصل إن شاء الله للبطولة البطولة الأفريقية رقم 11 إن شاء الله بطولة الأفريقية التالتة على التوالي إن شاء الله يوم البكرة إن شاء الله الفريق يتمرن ويخش معسكر يتمرن الجمعة خفيف وإن شاء الله المباراة يوم السبت النهاردة الحقيقة الجونة بيهزم الإسماعيلي بهدف الظهور الأول لكابتن حمد إبراهيم المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي الخالد أمر الحقيقة يسجل هدف المباراة في ديها 61 بعد نزوله بدقيقة واحدة جونا وصل للنقطة 14 ليرتقي إلى المركز السابع من 9 مباراة أما الإسماعيلي يحتل المركز السبعتاشر وقبل الأخير بنصيد 3 نقاط من 10 مباراة تعادل في 3 مواجهات وخسر 7 لقاءات 3 أهدف بس سجلهم نادي الإسماعيلي واستقبلت شباكه 15 هدف تعادل الإيجابي 2-2 بيحسب مباراة المصري البور سعيدي وإسترن كامبني على فكرة إسترن كامبني عمل مباراة جيدة جدا النهاردة اللي تفرج على هذه المباراة مباراة من المباراة الحلوة اللي تتفرج عليها من المواجهات طبعا الجولة العشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري بيحتل المركز الخامس برسيد 15 نقطة وإسترن كامبني بيصل للنقطة الثالثة محتلا المركز الأخير موسيقى موسيقى موسيقى